62 مليار جنيه يتكلم عليهم سيادة الرئيس المبارح وقال انهم مش كفاية مخصصين للتعليم ازاي نقدر ندعم التعليم اللي موجود من خلال الاستثمار في التعليم من خلال الشركات او القطاع الخاص المختلف مع الحفاظ على جودة التعليم وانه هو يكون قريب ومتحرجة ده كلام مهم لانه خلينا نقول انه قضية التعليم هي القضية الرئيسية اللي تخصها كل المصريين حرسين يعلموا ولادهم وعندهم استعداد يضحوا وعندنا مفارقات في التعليم الحقيقي يعني ممكن المواطن يدفع 10 تلاف جنيه دروس خصية بس لو طلب منه انه يدفع ربع المبلغ ده للتعليم العادي هيحصل اعتراضات وده بس جزء من حوال المجتمع المطلوب لانه ممكن احنا احنا نتكلم بصراحة الناس بتقول ده بينها وبين بعضيها وانه بدفع عشرين الف او تاتين الف او عشر تلاف طب انا لو قلت له هات خمس تلاف وزودنا المية وستين مليار لده ده مش معناه ان احنا انه المواطن بيصرف على التعليم بس بالفعل انت عندك تعليم موازن حتى التعليم اللي يقوله الفصل فيه 50 بس المسرح اللي فيه دروس خصية بينها فيه 800 طب ازاي الخمسين مش فاهمين والتمنمية فاهم ده محتاجة نقاش واسع والمجلس على التعليم يمكن يحل ده انه القطاع الخاص يبقى داخل التعليم برا اولا المجتمع الاهلي فيه حاجة زي التحالف الاهلي النهاردة التحالف الوطن العامل الاهلي ده ده بيقوم بدور في ده ممكن يقوم في مدارس وفي غير الدولة بتقيم طبعا كل دول العالم المجتمع الاهلي بيقوم فيها بدور مهم الشركات ازا احنا بنتكلم على التعليم والبحث العلمي والتعليم الجامعي الشركات الكبرى بتخصص جزء من موازنتها لدعم البحث العلمي البحث العلمي ده هو اللي بيرجع لي بعد كده مكاسب شفنا جامعات برا الحقيقة في لندن شفت جامعة فيها كل الشركات العاملة في بريطانيا تقريبا الجامعة دي ما كانتش مشهورة قوي لكن بعد كده بقتل اشهر في التوظيف كل الشركات ده عاملين مراكز ابحاث بيمولوا ابحاث الطلبة واما انه يشتريها حتى الابحاث القانونية انه يكتبوا له العقود وكاد فبالتالي بياخدوا مشروعات تخرج الطلبة زي الحاجات اللي بتحصل عندنا ويدعموها او يشتروها زي ايه الملكية الفكرية فاحنا هنا ده دور مهم جدا ليه الشركات ورجال الاعمال كل الشركات الشركات اللي بشكل في عقارات مسلا ممكن تمول ابحاث ليه الطربة والبنى واختراعات جديدة في الطوب وفي الطرق وفي الطاقة الشمسية وده برضو هيرجعنا كمان مبادرات كتير الاسكان الاخضر وبنتكلم عن ان ادي ايه عندنا الاماكن المفترية هترجعنا النقطة الرئيسية اللي كان الرئيس بتكلم فيها اللي هو ربط التعليم بسهول عام انا النهاردة عندي كاب 27 مصر لعبت فيه دور مهم وقدمت تجربة عظيمة فيه انه صوت افريقيا ومصر والطاقة الخضراء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وعدت تدور المخالفات والطاقة الحيوية طب دي تخصصات نحتاجي كلها مترجمة في الجامعات المصرية انا لو كسبت ابحاث فيه الطاقة الشمسية خلايا الطاقة الشمسية او الاساسيات دي ممكن تبقى مرتفعة السعر عشان الانتاج اقل كله بانتاجي بقى اكتر وقدر اوصل اراهن على شباب يعمل ابحاث ويطلع خلايا اصغر ممكن يبقى فيه دول بتاعتك ده هتعلمه وهساهم فيه انتاج الطاقة الشمسية يبقى مطلوب الوقود الحيوي احنا عندنا مخلفات زراعية كتيرة جدا بتتحرق كانت بتتحرق ممكن الدولة النهاردة فيه طرق ليه تتحرق وبتعمل صحاب السود دي ممكن تبقى ورق وممكن تبقى منتجات وممكن تبقى شنط وتبقى هذا لانه العالم برضه بينصرف عن البلاستيك والحاجات اللي بتلوس البيئة ليه ما يبقاش فيه ابحاث للبيئة ليه ما يبقاش فيه كليات العلوم فيها جوز اقسام للبيئة والزراعة والتعامل مع هذه الامور العلم بيحل مشكلات كتيرة ففكرة انه رئيس دي تكلم على الموازنات ونحن ممكن نقدم لكن الدولة مش متوقفة وكمان نقدر نستغل حتى الافكار البحث العلم نفسه افكار جديدة في التعليم احنا النهاردة فيه كورسات اونلاين للغة الانجليسية وفيه ناس بتعلم لغة انجليسية ليه ما ندمكش دمعة ده بحيث انه التلفزيون بيقدم دروس للطلبة الحلول ومناقشات لكن كل ده الحقيقة بيستدعي دايما الرئيس الكلم بصراحة ويطالب الناس انهم يسمعوا ده جزء مهم جدا من هنا نتكلم بصراحة زي ما بنكلم في تموين التعليم فيه 160 مليار وفيه موازين 160 مليار تانين في دروس خصية وفيها باطرة ما بيقدموش تعليم الحقيقة بيقدم تعليم للاجابة على الاسئلة يمكن انت غير نظام الانتحانات اشتركوا في القناة